بيبدأ فيلمنا في وسط الأكشن على طول وبنشوف ساحرة في مركب ومعاها ابنها الرضيع وكانت بتهرب بيه من حد بيجري وراها فجأة بتقع الأم في الماء خبط في صخرة وبتفوق وتلاقي نفسها على الشط وبنها جنبها واللي لما بتفتح اللفة اللي هو فيها بنلاقي ان الطفل عنده عين رايحة بسبب جده الطفل ده بيطلع ان اسمه كوبو بنروح بعدها بفترة لما كوبو بيكون كبر شوية وهو مامته اللي فضله عايشين لوحدهم بعيد عن جدهم بعد وفاة بابا واللي بنعرف ان جده هو اللي عمل في عينه كده بيروح كوبو المدينة اللي جنبهم وهناك بنشوفه هو بيحكي قصص وحكيات بطريقة المميزة الجتار والورق السحري اللي معاه وده كله علشان يجيب فلوس يقدر يصرف بيها على نفسه هو ومامته وهو بيحكي بيرن جرس غروب الشمس وبسرعة بيلم حاجته وبيرجع لمامته واللي كانت مستنيها علشان تحكيله عن بابا هنزو بتقوله ان بابا كان مقاتل جامد جدا وعظيم وكوبو بيسألها عن جد وبتعرفه ان جده واخوتها معاه هم اللي قتلوا بابا وبتقوله انه لازم يفضل مستخبي منهم على طول وما يتأخرش في الرجوع للبيت بالليل وانه اخره جرس الغروب وانه يفضل لابس لبس ابوه ويخلي اللعبة الخشب دي معاه على طول في المدينة تاني يوم بتقوله ستة عجوزة كان ليه كلام معها ان فيه بالليل مهرجان كبير بيدربوا فيه ألعاب نارية وبيقدروا من خلال المهرجان وتقوسه انه هم يكلموا ارواح الناس اللي بيحبوهم ومات بيحاول كوبو انه هو يتواصل مع روح بابا لكنه ما بيعرفش وبيفضل كده لحد ما بيجي الليل وهو مش واخد باله مع دخول الليل بيجيلوا اتنين وبيسألوا عن اللي حصل لقينه وهو بيسألهم هم مين بيردوا عليه انه هم يبقوا اخوات مامت انه هم بيدوروا عليه من زمان وعايزين منه طلب صغير خالص وهم انهم عايزين العين التانية لان جده اللي اخد منه الاولى وهو صغير مزنوق في التانية ضروري طبعا اول ما كوبو بيسمع الكلام ده بيدور الجاري وبيروح علشان يستخبه ويتحمى في الناس اللي كانوا متجمعين علشان المهرجان بتاع الارواح بس الاتنين دول بيفضلوا وراهم وبيهمهمش الناس لان طلع عندهم قوة سحرية كبيرة بيهاجموا بيها النازل بيقدروا ان هم يفضلوا يترضوه وكانوا هيوصلوا ليه وهيمسكوا خلافة لكن ساعتها بتدخل ممتو وبتقومهم بقدراتها السحرية بس واضح ان هي مش هتقدر عليهم هما الاتنين فبتقول لكوبو ان هو اللي هينقذوا الدرع وان هو لازم يروح يدور على الثلاث قطع بتوع الدرع ويلاقيهم بيتمشي ايديها على العلامة اللي في الهدون بتاعته فبيطلع لكوبو اجناحة وبيطير بيهم وهي بتفضل وبتضحي بدفسها في مقاومة سحر اخوتها علشان ابنها يهرم بيفوق كوبو بعد فترة في مكان كله تالج وبيلاقوا قدامه اردة فرواها ابيض زي التالج بتقول له الاردة ان ما عندهمش وقت يضيعوه ان هما لازم يهربوا بسرعة وبتاخدها معاوه بتمشي بيروحوا الكهف بيعودوا فيه وبيولعوا نار يدفوا بيها تكلم مع الاردة وبيقول له انه طبعا دلوقتي عنده مليون سؤال بياسألها كوبو الاول هي مين وطلعت له ازاي وتعرفه منين بتعرفه ان هي تبقى التميمة او اللعبة الخشب اللي كانت معاه دايما ومامتو كانت بتقول له ان هي ويخليه معاها وما تفرقوه بيقول لها ازاي انت كنت قطع خشب فبتعرفه ان مامتو هي اللي عملت كده بالسحر بتاعها قبل مكمول وان هو دلوقتي لازم يلاقي الدرع ده علشان ده اللي هيحمين من السحرة وانه طول ما هو هيبقى لابس الدرع مش هيقدروا ان هما ياخدوا منه الحين التانية اللي عايزينها بيلاقي كوبو شعره وبتوع امه على كتفه والاردة بتلفها حاولين ايده وبتقول له ان هو يحتفظ بها معاها على طول بيسألها كوبو عن مكان الدرع بس هي ما كانتش تعرف مكانه فين بيناموا في مكانهم وتاني يوم الاردة بتصحيه وبتعرفوا انه كان بيينده على اسم بابا وهو نايم وساعتها طلعت ورقة سحرية من اللي كانوا في شنطته وتحولت لشكل الفارس ده واللي كان واقف وبيشاور لهم على الطريق اللي المفروض ان هم يمشوا فيه وفعلا بيجهزوا نفسهم وبيمشوا في الطريق اللي الفارس شاور لهم عليه بس بيظهر حد كان بيرقابهم وفجأة بيخطف كوبو وبيهرب والاردة بتفضل تطرده بتوصل لهم الاردة بس كوبو بيوقفها قبل ما تتخانق مع المحارب اللي خطفه بيقول لها ان هو ما كانش قصد يخطفه ولا حاجة هو كان بس عايز الورقة اللي على شكل هنزو بيعرفها ان هو محارب بس تلعن بتعويزة خلته مش فاكر اي حاجة حصرته بيشوف المحارب العلامة اللي على هدوم كوبو وبيعرف ان هي هدوم هنزو وبيسأله هو اي قرب ايه لهنزو ابنه بيعرفه ان هنزو يبقى والده وساعتها المحارب بيفرح جدا ان هو قابل ابن المدرب بتاعه بينحين الكوبو بيقوله ان هو من دلوقتي هيبقى تحت امره هيحميه وهيضحي بروحه كمان علشانه بترفض الاردة في الاول بس لما بتشوف مهارات المحارب الاستثنائية بتوافق على طور بيكملوا طريقهم هم ثلاثة للمكان اللي الفارس بيدلهم عليه وبيدخلوا كهف وبيع هم ثلاثة الفتحة في الارض علشان يلاقوا السيف قدامه بتوقف الاردة كوبو علشان كانت خايفة ان ده يبقى فخ ليهم وبيروح المحارب علشان هو ياخد السيف مكانه لما بيشد السيف فعلا بيطلع لهم واحد بتحاول الاردة تضرب الوحش بالسيف لكنه بيتكسر وبيعرفوا ان ده مش السيف الاصلي السحري اللي بيدوروا عليه بيطلع ان السيف راشق في جنجومة الوحش اللي بيمسك الارد والمحارب بيفضل يضرب عليه بالقسر بس بينجح الوحش ان هو يمسك المحارب هو كمان وساعتها بيتدخل كوبو وبيطير بجنحاته مرة تانية وبيطلع فوق دماغ الوحش وبيسحب السيف منه واللي اول ما بيطلعه بيموت الوحش بيتحرر اصحابه وبيخرجوا بعد كده علشان يكملوا طريقه بيوصلوا لحيطة سد لما بيلاقوا انه قدامهم بحيرة المفروض ان هما يعدوه المحارب بيقرض ان هو يشيل كوبو ويعدي بيه في المية بس الاردة ما يتوافقش وبتقوله ان الموضوع ادام متعلق بسلامة كوبو ويبقى هيا بس اللي اتكرر يعملوا ايه بس بيلاقوا كوبو وهم بيزععوه في وش بعد استخدم الكتار والورق السحر بتاعه وعمل مركب ليهم علشان يعدوا بيها في المية وهم في وسط البحيرة بيوصلوا للمكان القطعة التانية واللي هي قطعة الصدر بتاع الدرع بيستعد المحارب ان هو ينزل المية يجيبها بس كوبو بيقوله ان مامته حكيت له عن البحيرة دي وان فيه تحت عيون كتير بسيط ليها مش هتقدر تطلع من المية وهتكبرك ان انت تفضل بتاعها المحارب بيقول له خلاص مش هبصر العيون دي وهي سهلحة وبينزل في المية عليك بيفضله مستنينه كتير بس هو ما بيطلعش لحد ما تجوه بيقلب والارموات بتبقى كبيرة جدا بيقول كوبو للاردة ان المحارب اكيد دلوقتي بحتاج مساعدته وبينزل للمية علشان يساعده وهي بتخاف عليه وبترمي نفسها وراها بس بتكون وصلت واحدة من خالات كوبو وبتمسك الاردة قبل ما اطمق كوبو بيوصل للجزء بتاع الدرع وبيلبسه وساعتها بتظهر العيون وبيفضل في المية وبسبب كده السفينة اللي هو كان عاملها بتبدأ تختفي اللي الاردة كانت بتقاوم السحرة عليه ساعتها بتفهم انه كوبو في خطر وبيظهر المحارب واللي بيساعد الاردة في قتال السحرة وبينزل هو بسرعة علشان ينقذ كوبو بيفضل المحارب ان هو يضرب العيون بالاسهم بتاعته وبينقذ كوبو وبيطلع به من المية بيلاقوا ان الاردة قدرت تقاوم السحرة بالسف السحري اللي هما كانوا نلقوه بيتكلم كوبو مع الاردة وبيقول لها ان هو شاف في العيون ان هي تبقى روح امه بس هي بتقول له لا وبتقعد علشان تقول له قصة امه من الاول بتعرفه ان جده ملك الامر كان بعد بناته علشان يحاربه ويقتله المحارب هنزو اللي هو ابوه وان امه كانت اول واحدة توصل فيهم بس وهي بتحاربه شافت في عينه حب واهتمام بيها وفعلا اتجوزه وخليه في كوبو بس بعد كده الملك بيعرف مكانهم وبيبعت اخواتها وراهم علشان يقتلوهم بيسألها كوبو هو ليه جده ما بيحبوهش بس هي بتقول له ان هو بيحبه وكمان عايزه يبقى وريس ليه بس هو عايز الاول يشنعنين لاتنين علشان ما يتعطفش مع اي بشري زي ما مامته عمل سهلا بينام كوبو بعدها والمحارب بيلاحز ان الاردة مصابة وبيسألها هيليه ما قلتش الكوبو ان هي تبقى امه فعلا بتعرفوا ان هي مجرد سحر هيختفي مع الوقت وهيرجع كوبو تاني الواحد والمحارب بيوعدها ان هو يخلي باله من كوبو ويحميه كوبو هو نايم بيحلم بجده واللي بيوري له قلعة بابا هنز وبيشوف ان فيها الجزء الاخير من الدرق واللي لازم يروح يجيبه وساعتها يعرف يطالب بحقه في ان هو يبقى الوريس بيسحى كوبو وبيخدهم وبيروحوا على القلعة واللي بيفضلوا يدوروا على الخوزة بس ما بيلاقوها بيتلاقي امه ورقة مكتوب فيها مكان الخوزة وبيطلع ان يدها فخ من جده ليهم بتظهر واحدة من خلاة كوبو الصحراء وبتمسك تقول لامه كوبو ان المحارب اللي معاهم ده يبقى هو هنزو ابو كوبو ان هم عمل عليه تعويزة علشان تغير شكله وينسى كل ذكراتهم سوا بتضرب السحرة هنزو وبتطياره وبتحاول ان هي تاخد عين كوبو لكنه بيدافع عن نفر مامة كوبو بتفضل تحارف في اختها بس كانت ضعيفة علشان الجرح اللي فيها واختها كانت اقوى منها بس بيفوق ساعتها هنزو وبيقدر ان هو ينقذهم منه ام كوبو كانت خلاص بتموت وبتوصي هنزو على كوبو بس هم بيتكلموا بتظهر السحرة تاني وبتموت هنزو بتقول لكوبو ان هو يهرب ويرجع للبيت بس كوبو مبيرضاش وبيمسك الجطار بتاعه وبيقدر ان هو يخلص على السحرة في الوقت اللي بيكون وقت سحر الاردة خلص ورجع التاني قطعة خشب زي ما كانت بيشوف كوبو بعدها ورقة القطعة التالتة اللي هي الخوزة وبيعرف ان هي تبقى الجرس اللي بيضربوه وقت الغروب في المدينة بيروح بسرعة المكان الخوزة وبيأخدها وبيلبس الدرع كامل وساعتها بيظهر له جده بيحاول يقنع ان هو ياخد عينه التانية ويطلع معه للسماء ويبقى هو الوريس بتاعه بس كوبو بيرفض طبعا بيداق جده وبيتحاول ساعتها الوحش عملاق وبيهاجم كوبو وبيقطع اوتار الجتار بتاعه بيستخدم كوبو شعرة امه اللي كان ربيتها على ايده مع شعرة منه وبيستخدم الجتار تاني وبيصحبي الارواح الطيبة واللي بيعمله حواليه درع جده ما كانش قادر ان هو يعديه بيجمع قوتهم مع سحر جتار كوبو وبيخلصوا جده من الروح الشريرة اللي كانت لابساها وبيفوق جده وما كانش فاكر ايه اللي حصله بيتجمع سكان المدينة حواليه والستة العجوزة بتفاهم جده ان قوته بسحر الحب هم اللي خلصوه من السحر الشرير اللي كان كل همه السلطة والقوة وبكده بيخلص في الميناء النهاردة بعد ما انتسب مرة تانية الخير على الشرير في نهاية الميناء هتكون مخبطين ونشترك عندنا وطبعا لازم تفاعل الجرس لانك خلاص باقت واحد من ميناء والاكيد بقى ان من دلوقتي منخصك عندنا